احنا شنو ساد حيدر؟ لا انا اريد ابدو ياك بتصريحك اي ابن الاخير اجيك بعدين اسولي على المشاركة ليش ما قبلت اي واحد يستقبلكم يعني احنا بصراحة مع العلم يعني انا استغربتها منك لان انت علاقتك زيانة وين المسؤولين ما فيدي يوم قب واحد وين واحد هو شنو المسؤول العفو ساد حيدر الجميع افتهمها انه المقصودة وزارة الشباب واللي جعلهم بي انا بيلعكس تماما يعني وزارة الشباب والرياضة بشخص وزيرة الكابت العداد درجال يعني حقيقة داعم انه ومتابع انه وايضا اللي جعلهم بي فما معنيات بهذا التصريحي اللي معانا حتى يكون صادق انا لسببين انه رفضت الاستقبال السبب الاول انه وصولنا في ساعات الصباح الاولى يعني الساعة بستة الصباح توصل طيارتنا فاني شفتها انه نشكل عبء على المختلفين هذا واحد لا صدق هذا واحد الشق الثاني اكو بعض الشخصيات من ضمنها اعظام الدسدون ما احب اذكر اسمها حبت انه يكونون موجودين ضمن المستقبلين واعرفهم انه مجرد دعايات ياخذون صور او ينشرون فقط فهذا الاستقبال ما احتاجه بقدر ما احتاجه انه دعم اتحادي احتاجه دعم الابطال تكريم الابطال الاحتفاء بهم يعني انا اعتقد اليوم الانجاز من يتحقق هو صعب جدا يعني في ظل هذه الظروف اللي مر بها العراق واللي تمر بها اتحادات انا اعتبرها المشلولة يعني وخاصة في ظل القانون الاتحادات اللي قرروا مجلس النواب اللي يشل الرياضة بصراحة عوقنا ماليا صعب يتحقق لكن الاصعب من اليوم انت كيفية المحافظة يعني رحتوا يعني رحتوا على نفقة من ميزانية الاتحاد لو شون يعني كل الاتحادات جاي تعاني بهاي القضية كل الاتحاد عنده ميزانية خاصة هذا قبل فد 8 سنوات 10 سنوات الميزانية بقى تنفسها وكل سنة جاي تقل يعني احنا اتذكر ميزانيتنا من تنة مدرب ممكن 250 مليون هس الميزانية التشغيلية مالة 270 مليون لازم انت تدفع ايجار مقر الاتحاد تدفع رواتب اللي العاملين ياك مو بس العاملين ساحيدر الوحدة الحسابية اللي خلوها بالقانون الاتحادات مجلس النواب واللجنة الشباب الرياضة السابقة اللي يقول الله لا يوفقهم هم خلونا هاي العقبة حملوا الاتحادات مبالغ مالية طائلة تدفع رواتب اللي سووا استقلالية مالية وهذا مو صحيح اكو باللجوة علمبية وحدة حسابية متكاملة هي المسؤولة عن تنظيم حسابات الاتحادات هس من سووها مستقلة انا حملوني كاتحاد عبئ مالي وهي اصلا الميزانية في طبعا اترجع اشترك اشترك